بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم النهاردة سنقدم لكم الهامبورجر البيتي المأدير بتاعتها طبعا في الاول للربع كيلو اللحمة المفرومة بيبقى عليها نص كباية فول سوية قبل ما تتبل قبل ما تبوش خالص نهاردة معانا المأدير كيلو لحمة ومعانا كبايتين فول سوية بعد النقعة هوت ومعانا معلقة كبيرة جنزبيل معلقة كبيرة فلفل اسود معلقة كبيرة ملح معلقة كبيرة طم بودر معلقة كبيرة بصر بودر نص معلقة زعطان ومعانا قدي تلات معالق او اربع معالق كاتشاب دي طبعا احنا اول حاجة هنحط المأدير كلها على بعض نحنا هنحط التوابل وهنحط كلها مع بعضيها ومعاها كمان الفول السوية وليزم طبعا ان احنا تقلبها ونضربها في الخلط شوية على اساس ان هي تتخش في بعضها يعني تتعجن لو في عجان كمان كمان كممكن نعمل بالعجان احنا هنبتدي ان نعجنها جامل نخلطها بس شوية وطبعا ايه نضربها في الخلط كل مع بعض فخلاص هي كده ان شاء الله نضرب حبة حتى نضرب حبة حتى طبعا دي بتبقى احلى وانضف كتير من بتاع السوق انت عارف اللحم اللي انت جايباها وانت عاملها في البيت وكل دي حاجات نضيفه طبعا انا هضرب دي وعجنها وبعدين ارجعها لكم تاني وارجعنا لكم بعد ما ضربناها في الخلط طبعا عجلناها في العجان او عجنتها بأيديكي او في الخلط اللي هو الكاتش ماشين اي حاجة بعد ما كده بنحطناها في التلاجة طبعا قدي ربع ساعة ونص ساعة مسكت نفسها شوية عشان نقدر نعملها وجينا دلوقتي عشان نعملها لكم هنبتدي ناخدها نكون جايبة طبعا كيس لو انت معندي كيش اللي هي المكبس عادي خالص هتقدر تعمليها بنجيب الكيس ونبتدي نكعورها كده ونبتدي نقفل عليها الكيس زي المنديل بالضبط زي المنديل زي المنديل يعني نحطها اكده نبتدي نمشيها مع حسب اللي نمشيها نمشيها عشان هي ما تبقاش اه جبعم كده هي مليانة ومشروع هي ازاي بتاع البرة هلو عم يكون احنا محضرين كيس نيلون ونعطي عينه برضو لأجزاء نبتدي نحط فيهم دي عشان ما يلزقوش في بعض ده عشان هنشيلها في الفريزر طبعا هيكون عندك طبق بتاعت الفريزر ونبتدي نرسها واحدة واحدة بس لازم قبل ما تحطيها في الفريزر تحطيها كلها عاصنية كبيرة وتحطيها في التلاجة شوية لحد ما تتشمع قوي وبعدين تبتدي وتتشمع وتحطيها وتحطيها على حاجة مفروضة وتحطيها في الفريزر عشان ما تبقاش معاوجة او متنية وبعدين تجميديتها مفروضة كما هي وتدخلها فوق بعضها وتكتب عليها التاريخ وتحطيها وتحطيها في الفريزر لان مدة الصلاحية بزبط تبقى ثلاث شهور هنعمل كمان معاكو واحدة تاني هيا تحطيها 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 وبرضو في نفس الكيس اللي احنا هنحطرها فيه ونبتدي نحطها عشان اهم حاجة انها هي ما تزاقش في بعضها وان شاء الله تعملوها بقى بالهنج فطبعا انا هكملها وحطي برضو احطها الصنية واشيلها وعايز اقول لكم بالهنة والشافة وهي تصدقوني ان جربتها تبقى جميلة جدا وهتعجبكم مع السلامة شكو بقى فيديو جديد